بتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة مع الشرطي شينسي دو وهو بيطارد واحد من المجرمين ولما بيمسكه بيقبض عليه عادي بس بيخبط نفسه بطوبة كأن حصل بينهم خنائة بس قبل ما نكمل الخنائة دي تعالوا بينا نصلي على سيدنا النبي ونعمل لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وما تنسوا شي حلوين تفعلوا زر الجرس عشان يصلكم منا كل جديد بنقدمه ويلا نكمل خنائتنا وبعدها بيطلع مسدسه علشان يقتله إلا إن المجرم ده بيترجع علشان يسيبه وبيحاول يعتذر منه وبيطلع منه يسيبه إلا إن سيده بيدربه بالنر بلا تردد وبيتحكم على سيده بالسجن خمس سنين وبيقضى يقبطه في سجن زي السمعة مع أخطر المجرمين وأول ما بيوصل بيقوم الحراس بيضربه وتعذيبه وبيأكد عليه كبير الحراس إنه لازم يسمع كلامه وينفس كل اللي بيطلبه وينسى هنا إنه كان شرطي إلا إنه مش بيرد عليه خالص وبيبصله باللا مبالاة فبيزيد غضبوا عليه وبيتعامل حراس السجن مع المساجين بطريقة قاسية جدا وبيلاحظ سيدون السجن في نوعين من المحكم عليهم الخطيرين ودول بتكون البدلة بتاعتهم باللون البرتقالي والعاديين بدلتهم بتكون باللون الأزرق ومنهم سيدو نفسه وبيرأي بسيدو حركة المساجين وبيعرف من خناء حصلت بين اتنين مجرمين إن أمر السجن بيعمل مباريات مسرعة وقتال دمو بينهم بشكل غير قانوني وبيكون حابب يشارك فيها لكن بيعرف في ساعات إن المباريات دي حصرية للمساجين الخطيرين وعشان يشترك بيقرر يضرب ساجين منهم بعنف وما بيرداش يسيبه غير لما يكسر دراعه وبيحاول الحراس يبعد سيدو عنه بس هو بيكمل ضربي فيه وساعتها بيتلم الحراس عليه وبيضربه على دماغه فبيفقد الوعي وبياخد سيدو على أدى الوحده وبيدخل كبير الحراس وهو غضبان جدا وبيضرب الحراس لأنه ما قدرواش يسيطروا عليه وبكده ضرب واحد من اللي يشاركه في المباراة لحد ما بقى صعب يشارك فيها أصلا لكن سيدو بيقوله إنه ممكن ياخد مكانه ساعتها بيفهم كبير الحراس خطة سيدو وبيحاول يضربه لكنه بيمنعه وكبير الحراس وقتها بيحصره فبيقترح علي سيدو إنه هو اللي يشارك في المباراة بدل السجين اللي ضربه فبتعجبه الفكرة وبيوافق عليها لكن بيحذروا إن المباراة دي بلا قيود وكل خصم بيحقلوا يعمل اللي هو عايزه حتى لو وصلتوا الأمور للأتل محدش هيتدخل وبيؤمر كبير الحراس بنقل سيدو الزنزانة جديدة قريبة من المساجين الخطرين وفي الطريق لها بيقوله واحد من الحراس إن اللعبة دي ممكن يدفع حياته فيها وإن فيه مسجوم معين عمره مخسر واسمه لي إنغوي خصوصا وإنه أصلا قاتل محترف وعلاقته قوية بآمر السجن وبيحسس يدن الإسم ده مش غريب عليه وبيروح لي إنغوي يقابل أمر السجن اللي بيكون خايف منه وعمله حساب لدرجة إنه بيقوموا بيقعدوا مكانه وبيقولوا إن المسجون اللي هيلعب معها المباراة الجاية اتغير لكن مش بيفرق معها الموضوع لأنه كده كده بيكسب دايما وبيرجع إنغوي لزنزانته وبيخلي الحارس يرتب له الزنزانة بتاعته ولما بيخلص بيقوله بلا شيء في العليه الباب وفعلا بينفس كل طلباته وأنغوي قعد بيقره وبيسمع صوت سيده وبينادى عليه فبيتدايق من جرئته دي وبيروح يشوف عايز إيه وبيقوله إن يعرفه من زمنه وبيعتبر إنه أنغوي إنه مجنون علشان بيعمل مع كده ومش عارف هو مين وقدر يعمل إيه وبيحاول سيده إنه يمسكه من هدومه ولكنه بيستخفي به فبيهدد إنه هيقتله فبيسيبه وبيمشي لأنه واسق من الفوز في الوقت ده بيكون أمر السجن كبير الحرص بيرقبوا المساجين الخطيرين ودعا طريق الكاميرات علشان يختروا منهم المجموعة اللي هتشارك في المباريات وبيختار الأقوى بينهم ما بين قتلوا مختلين وملك من شوارع أو حتى مساجين أقوية وبيتدربوا دايما على القتال وبيعرض كبير الحرص على أمر السجن جدول المباريات لحد ما بيوصلوا للمباراة الأخيرة والله يشارك فيها إنغوي لكنها مش بتعجبه وبيقوله إن الترتيب مهم جدا لأنها لازم تكون حماسية علشان يضمنوا بها مشاهدات ومرهنة أعلى خصوصا وإنها تتعرض على واحد من المواقع المحزورة وإدها يجزب جمهور أكتر وبالتالي أرباحه ما تكون أعلى بكتير وبيختار إن أول مباراة يبدأ بها سيدو وقصاده ملاك محترف وعانيف جدا وبيبدأ الاستعداد للمباراة وبيكون المسجن ده متحمس أوي إلى إن الحرص بيسيطر عليه لحد ما بتنطلق صفارة البداية أما أمر السجن فبيتابع المباراة من مكتبه عن طريق نظارة الواقع الإفتراضي اللي بتضمن له تجربة حقيقية أكتر وكأنه جزء من المباراة وبيتفاعل معها جدا وأول ما بتنطلق الصفارة بيهجم المسجون على سيدو وبيضربه جامد وبيحاول سيدو أنه يتفادى الدربات القوية بس المسجون ده بيقدر يوقعه على الأرض وبيوجه أغلب الدربات لرسو بطنه وبصعوبة بيتخال السيدو منه وبيوجه له ضربات قوية مش بيقدر يقاومها في الوقت ده بيقف سيدو ويستجمع قوته لكن من ورى الأطبان اللي في القوضة وبيعطلوا أنغو علشان يضمن إن الخزم قدر يقوم ويكمل ضرب فيه لكن برضو بيحذره في آخر لحظة إنه بقى مستعد للهجم عليه فبيضربه سيدو بوكسي جامد بيوقعه على الأرض وبيسقف له أنغو وبيمشي وبيطلب أمر السجن من كابير الحراس إن المباراة تانية تبدأ على طول واللي بتكون بالليم تاجر الأعضاء والسفاح في البداية بيكون السفاح هو اللي متفوق وبيضرب ليم بقوة أكتر من مرة وبيحس إن المباراة محسومة إلى أن تاجر الأعضاء بيستجمع قوته بوزن المباراة وبيدوله ضربات قوية بتوقعه على الأرض ومش بيقدر يقوم وبيفوز ليم ساعتها بيكون سيدو بيرتح شوية في زنزنته لأن بطنه بتكون وجهها بسبب الضربات اللي أخدها وبينسك صورة مراته بيبصلها بحزن وبيبكي وبيحس إنها جنبه وتدعمه بعدها بيرجع أمر السجن وكبير الحرس الأرباح اللي حققتها المباريات لحد دلوقتي وبيلاحظ إن الناس معجب بسيدو وبيشجعه وبيرعن عليه وبيتأكد إنه بقى منافس قوي ولازم إنه يستمر في اللعب فبيطلب من كبير الحرس يوفر له الرعاية الطبية علشان يكمل وفعلا بتروح دكتورة عنده وتتمن إن حالته مستقرة وما فيش كسور قوية في الدلوع وبتدله دواء علشان يقدر يشارك في بقية المباريات وبتسيب له ورقة بخصوص مكان مقابلة وبيطلب سيدو من كبير الحرس قبل ما يرجع زنزنته إنه يقابل الخصم اللي هيلعب أصاده المباراة الجاية لوحدهم فبيوافق لإن أمر السجن طلب منه يعمل لسيدو اللي هو عاوزه وبيعرف سيدو إنه خصمه هو ليمب وبيقوله إنه يخسر المباراة الجديدة قدامه لإنه شايف إنه هو الوحيد اللي يقدر يهزم أنه وحاب بيساعده يحقق هدفه ده وبالذات إنه يفوزه بالمباراة دي معناه إنه هيقدر يخرج من السجن أخيرا وأصاد الخدمة دي بيطلب لهم من سيدو إنه يروح لبنته وبيوري له صورتها وبيبلغه رسالة يوصل عليها لإنه عارف إنه عنده نوع سرطان خطير ومفيش أمل من هلاجه وإنه هيموت قبل ما يشوفها وساعتها بيقطعهم الحارس وبينهي المقابلة وفي الليلة دي بيكون سيدو لست تعبن من أسر الدربات وبيحلم بمرطه إنه كان بيحب يتمشى معها في الحديقة لكنهم معدوش بيقدروا يعملوا كده لإنها ماتت وبقت عايشة في خياله هو بس ولما بيصحب يلاقي نفسه عنده الدكتورة اللي بتقوله إنه مبارح تها بزيادة وكان عنده حمع لشان كده أخدوا للعيادة يتعالج وإنه بقى أحسن دلوقتي ويقدر يلعب تاني وإنها بتشجعه تشوفه ضرباته قدقي قوية وسيدو رجع زنزنتو بيعد على أنغوي اللي بيتريع عليه وبيقوله إنه ضعيف وبيفكره بمد مراته بسخرية فبيغضب جداً سيدو بيحاول يضرب أنغوي إلا إن الحرس بيمنعه بالعافية فبيقوله إنه كمان هيموت زيها على إيده ولما بيجي معاد نزهة المساجين بيبدأ أنغوي يضايق سيدو وبيحاول يرد عليه لكنه بيتدخل وبيمنعه في آخر لحظة وبيفكره إنه مش لازم يتهور لإن بينهم اتفاق ولازم يحافظ على أعصابه هادية قدام استفزاز أنغوي وفي الزنزانة بيفتكر سيدو مراته لحد ما بيسمع صوت أنغوي بينات عليه وهو بيتدرب وبيهدده وبيحاول يشوش أفكاره علشان يلخبطه ويأثر عليه قبل المباراة وبيكون عرف خلاص إنه سيدو عايز ينتقم منه لإنه قتل مراته فبيقوله إنه شغلته يقتل الناس حتى لو ما فيش بينه وبينهم حاجة وبيطلب أمر السجن من كبير الحرس إنه يركز وياخد باله من المساجين علشان المباراة الجاية وبيسمح لكل واحد فيهم ياخد حمام سخن وبيكون سيدو وأنغوي في مكان واحد وأنغوي برضو مش بيفوت الفرصة وبيجيب سيرة مراته فبيفقد سيدو أعصابه وبيهجم عليه علشان يضربه لما بيفتكر نظرة الشماتة اللي شفها في عينه بعد ما قتل مراته وبيشوفوا الحرس وبيطلبوا منه يبعد عنه فورا هنا بقى أنغوي بيهديه وبيقوله إن كده الحرس هيضربه ومش هيبقى مؤهل للمباراة وإنه لو عاوز ينتقم منه فعلا لازم يستنى لما يوصلوا لحلبة القتال وبيبدأ الاستعداد للمباراة الجديدة وبيكون أنغوي مبسوط وواصق من نفسه قوي وبيكون خصمه ملاكم شوارع ضخم وبيقدر إنه يفوز بالمباراة بسهولة وبيتعرض بس الدربات بسيطة حتى إنه بيكسر رجل خصمه وبيخليه يفقد الوعي بعدها بيتأكد أمر السجن إن المباراة بين سيدو وأنغوي هتكون قوية جدا وبيتوقع إنه أنغوي هو اللي يفوز كالعادة وبيضعف رهانه عليه وبتبدأ المباراة لبعدها على طول وبتكون بنزعيم عصابة شاب ومسجوم مختل عقليا في البداية بيكون المختل ده متقدم عليه بس بسرعة كبيرة بيقدر زعيم العصاب إنه يضربه بقوة وبيخنقه جامد لكن بيعرف المختل يفلت منه وبيضربه تاني وبيعده في ودينه ومن الصدمة الخصمة بيتهزي جامد وبتكون فرصة كبيرة للمختل إنه يفوز وفعلا بيوقعه على الأرض وبيضربه كذا مرة لحد ما بيغم عليه وبيدفع الأمر السجن مع المباراة أكتر من اللازم لدرجة إن الحرس بيسنده وقتها بيكون أنغوي في زنزانته بيشرب قهويته بهدوء لحد ما بيبعت له أمر السجن يعزمه على الأكل برة وبيفتح كبير الحرس باب العربية بنفسه لأنغوي وبيقعد أمر السجن جنب السواء وبيستغرب الحرس نفسهم من اللي بيحصل وفي الطريق بيسأل أمر السجن أنغوي عن سبب العدوة الكبيرة اللي بينه بن سيدوء فبيتعامل معه باحتقاره ومش بيرد عليه وبيفتكر إن مرد سيدوء كانت موظفة في شركة كبيرة وعرفت الفساد والأعمال غير المشروع اللي بيقوم بها صاحب الشركة وكان معها أدلة ونوية تنشرها فقرر إنه يتخلص منها وكلفه وبقتلها وبيفتكر كمان إنه وقتها ما كانش متحمس للمهمة دي بس إذا الشغل لأنها متجوزة وحامل كمان وإنه بعد ما قتلها زعل على سيدوء في الوقت ده بيكون سيدو بيتدرب علشان يستهدي للمباراة وبيفتكر أسلوب أنغوي المستفي الزمعاه وطريقة كلامه على مراته اللي بيضيقه علشان يتحمس أكتر وبيصامم على الانتقام منه أكتر ولما بيرجعه السجن بيكمل الآمر المباريات على طول وبيكونوا وصلوا النص النهائيات والدور على سيدو وليمب وبيتجنب ليم إنه يضرب جامد في البداية وبيدي فرصة لسيدو إنه يضربه لكنه بيكون مستعرب ومش عارف يتصرف فبيقوله في ودنه إنه لازم المباراة بان عادية ولازم يضربه بقوة شوية وفعلاً بيبدأ سيدو يضربه جامد وبيوقعه على الأرض وبيخنوقه لحد ما لم بيستسلم وساعتها بيبعد عنه سيدو وبيحاول يقوم من على الأرض فبينتهز الفرصة وبيضربه تاني جامد ساعتها بيحس إن الموضوع جد فبيهجنبه كل قوته وبيلودرعه جامده وبيضربه في وشه لحد ما بيغم عليه وبيبدأ على طول المباراة الجديدة اللي بين أنغوي والمختل عقلياً إلا إن المباراة دي بتكون سهلة على أنغوي وبيضربه جامد في وشه وبعدها بيحط راسه في الحديد فبينهره وبيوقعه على الأرض وبيراجع أمر السيجن المراهنات وبيتبسط أو من الأرباح وتشجيع الناس لسيدو فبيرفع قيمة المراهنات على المباراة الأخيرة خاصة وإن الناس بدأت تشوف سيدو باعتباره بطل جديد ومنافس حقيقي الأنغوي وقبل المباراة النهائية بياخد كبير الحرس المتنافسين علشان يتعمل لهم مساج ويكونوا بكامل لياقتهم ونشطهم وبيقول لسيدو إن قواعد المباراة الأخيرة مختلفة شوية لأن المتنافس الرجلهم بتكون مربوطة بسلسلة واحدة كبيرة ومتعلق المفتاح في سكينة حادة وبيحاول كل واحد فيهم يوصل للسكينة والمفتاح علشان يحرر نفسه حتى لو اضطر يقتل الخصم وبيقول له كمان إن في آخر مباراة إنه غوي كان عنف جداً وأطع رجل خصمه علشان يضمن الفوز وبعدها بيقدم لهم كبير الحرس وقبة أكل مميزة وبيأكل أنغوي بشهية كبيرة أما سيدو فبيكون متوتر وبيفتكر في مراته قبل ما تموت وإزاي كانوا مبسوطين في الحديقة وإنه كان حاسسوا إنهم أسطر معها بسبب شغله لكنها طلبت منه بيروح يجيب لهم حاجة يشربوها وبعدت له ماسج جاءلت له فيها إنها حامل وسيدو ما كانش مسدق نفسه من الفرحة وأخذ العصير ورقع لها جارية بس في الطريق شاف أنغوي وكان على وشه بتسامة مستفزة وشاف مراته أعميته على الأرض والناس حواليها وبيرجع أنغوي استفز سيدو من جديد ويركز على مشاعره علشان يشتته قبل المباراة وبيكمل أكله عادي جداً فبيفقد سيدو أعصابه وبيقوم يهجم عليه وبيضربه ومحدش بيقدر يمنعهم وبيقول سيدو إن المباراة بالنسباله مسألة حياة أو موت وبيضرب أنغوي بكل قوته وبيبلغ الحارس أمر السجن باللي حصل فبيروح بسرعة يلحق الموقف وبيحاول يهديهم وبيطلب منهم يستنوا شوية لما عاد بس المباراة لكن سيدو مش بيستنى وبيرجع يدربه تاني وساعدها بينادي أمر السجن على المصور بسرعة وبيكون سيدو متقدم جداً على أنغوي وينزل فيه ضرب بكل حاجة قدامه لحد ما بيوقعه على الأرض وبيضربه على دماغه ومش بيدل فرصة يستجمى قوته وبيضربه بكرسي معدن كزمرة وبياخد قطعة إزازه وبيعلم بها على رجله كدليل على أنه تهزم وبيوقف أمر السجن مزهول من اللي بيحصل ومش بيصدق أنه أنغوي تهزم بسهولة دي وبياخد سيدو مفتح زنزنته من كبير الحرس علشان يقدر يتحرك برحته وبيطلب أمر السجن من كبير الحرس يلحقه ويسيطر عليه لكنه بيوقف ساكته مش بيهتم بكلامه أصلاً وبيفتكر سيدو هنا الجريمة اللي دخل بسببها السجن وأنه طارد الحرم ده علشان يعرف منه مكان أنغوي ولما عرف أنه في السجن قتلوا علشان يتحبس هو كمان وبينتهي الفيلم على أن الخطة اللي حطها سيدو بالتعاون أصلاً مع كبير الحرس بتتكشفوا أنهم إخواتوا اتفقوا علشان كل واحد فيهم ياخد حقه وكبير الحرس كان شايف أنه هيقدر يستفيد وينتقم من أمر السجن الفاسد واللي أسلوبه كان وحش معاه وبعد ما اتفقوا على كل حاجة جمع كبير الحرس كل الأدلة اللي بتدين أمر السجن وبتثبت المراهنات اللي كان بيعملها وتلمى عليه هو والحرس عليه وعذبه كمان والحد هنا بيخلص فيلمنا النهار ده استنونا فيلم تاني جديد واسلام